الطهور تقدم معنا في الفقه أن الطهارة على قسمه طهارة شاطن وهذا أهم ما يقول الإخلاص وطهارة ظاهر إما من الحدث الأكبر أو الأصغر أو طهارة البدن والبقعة والثور طهارة حدث وطهارة خبث طهارة حدث أصغر أكبر وطهارة خبث بدن بقعة ثور أهم ما يكون طهارة الباطن إنما المشركون نجس فالطهارة يبدأ بها الفقهاء بكتاب الطهارة لماذا؟ أرادوا أن تطهر الباطن قبل الظاهر لا تصح أي عبادة إلا بهذا بالتوحيد شطر الإيمان إذن هذا هو المقصود طهارة الباطن طهارة معنوية هذا هو المقصود المقصود الثاني أن الصلاة لها شروط مفتاح الصلاة الطهارة شطر الإيمان الإخلاص والمتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم والحمد لله تبرد الميزان الحمد لله ذكر المحمود بجليل السفات على وجه المحبة والتعبير وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان وأنه ميزان حقيقي وتوزن به الأعمال وقد توزن الصحف وقد يوزن العامل له كثفتان وله لسان على ما ورده عن بعض السرب نقول آمننا وصدقنا وسلمنا الحمد لله تملأ الميزان يوجب من أن تكثر من حمد الله سبحانه وتعالى نعم وعندما تقرأ الفاتحة تحمد الله سبحانه وتعالى ويقول الله سبحانه وتعالى حمدني عبك نعم وسبحان الله والحمد لله تملأ أين وثمن ما بين السماء والأرض وهذا في أنك بهذا تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وكم يحصل لك من الحسنة نعم تنزه الله سبحان الله أي تنزيه الله عن كل نقص وعيد لكماله سبحانه وتعالى نعم وصلاة نور الصلاة نور نور في القلب نور في الطريق نور في قبره نور في الدنيا نور في الآخرة الصلاة جعلت يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرة عين في الصلاة تنور لك الطريق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم فلابد من إقامة الصلاة تتذكر أنك بهذا يكون لك نور نعم قال وصدقة ورهان الصدقة سميت بهذا الاسم سميت الصدقة بهذا الاسم أنها صدقة لأنها تدل على صدق الإيمان لأن نفس في القلب شهيحة بخيرة تحب المال فعندما يخرج هذا المال فهذا دليل على صدق الإيمان ولهذا سميت صدقة وسميت زكاة لأنها تزكي وتنمي المال وتزكي النفوس نعم طيب قال تعيد تعيد ايه نعم برهان يعني تدل على صدق إيمان هذا المتصدق أو المزكي نعم والصبر ضياء الصبر قال ضياء وقال في الصراء نعم لأن الصبر مثل مر ملاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل الصبر يقول مثل اسم هناك شيء يسميه الناس صبر مر يكون عند هؤلاء الذين يبيعون العشاب قال الصبر مثل اسم مر ملاقته الآن تشرب الدواء طعم مر ورائحة كريمة صحيح ما الذي يجعلك تشرب هذا الدواء لما يترتب عليه من شفاء فالمصيبة مر ما الذي يجعلك تصبر الإيمان بالله والصبر واجب بإجماع الأمة تصبر على طاعة الله حتى تؤدى وعن معصية الله حتى تجتنب وعلى أقدار الله ولهذا قال في الصلاة نور وفي الصبر يقول الضياء لأن الضياء في حرارة والصبر في مرارة وتتفكّر ما أعد الله سبحانه وتعالى للصابرين وبشر الصابرين وما لقاها إلا الذين صبروا وما لقاها إلا ذو حظ عظيم نعم والقرآن حجّة إما لك أو عليك فالذي يتعلم القرآن ويعمل به ويدعو إليه ويصبت فهذا كان القرآن حجّة له لا عليه وإلا كان علينا صلى الله عليه وسلم وإذا أخواننا يعني لم نتعلم القرآن من يتعلم وقلنا أقل ما يكون الفاتحة وقصار السور نعم كل الناس يردون كل كل الناس من مؤمن وكاف يأخذوا أي في أول النهار هذا على الضال وهناك من يذهب أو يخرج إلى رزق أو كلا في آخر النهار فالناس في هذه الدنيا كل واحد يكتح ويتعب ويعمل والناس بهذا انقسموا إلى قسمين قسم يغدو في أول النهار ويعمل لله وعرف سبب الوجود في هذه الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد فهو عندما يعمل في هذه الدنيا يعلم بأنه عبد لله والوقت هذه الأوقات وهذه الدنيا دار عمل ليست دار جزاء أو لعب أو ما إلى ذلك فهذا نسأ الله من فضل يعتق من النار واشترى نفسه بهذا بالعب أما الآخر نسى الله عافية السلام معنا ضد الأول قال كل الناس يهدو فبائع النفس فمعتقها أو موقفها نعم إما أنه يعتق من النار أو أنه نسى الله عافية السلام نعم هذا نسمين علماء حديث قدسي يروي النبي سعى السلام عن الله سبحانه وتعالى نعم يا عبادي يا عبادي هذا نداء من الله سبحانه وتعالى وذكرنا لكم فيما تقدم أن العبودية على أقسام ثلاثة عبودية عامة تشمل كل مخلوق إن كل من في السموات والأرض إلا آث الرحمن عبده تحت قهره وتصرفه ولا يستطيع أحد أن يخرج عن ملك الله الثانية العبودية لله عبودية الطاعة الذين استجابوا لله والرسول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كل المخلوقات لا الذين استجابوا لله والرسول وعباد الرحمن الذين استجابوا لله والرسول عبودية خاصة القسم الثالث من العبودية عبودية خاصة الخاصة عبودية الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام قاموا بأكبر عبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه ولهذا أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وصف بهذا في أعلى مقامات الرسالة سبحانه الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده نعم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إني حرمت الظلم على نفسي والله سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عبده إني حرمت الظلم على نفسي نعم وجعله بينك تحرمان نعم وحرم الظلم على العباد فلا تظالموا إذن كل واحد لابد أن يعدل لأن الدين الإسلامي دين عدل ويخطئ من يقول أن الدين الإسلامي دين مساوى لا يمكن أن نقول أن الدين الإسلامي دين مساوى لأنه عندما يقول الدين الإسلامي دين مساوى يريد المساوى بين الرافض والسنة وكلا وكلا الدين الإسلامي دين عدل ولم يأتي في كتاب ولا في سنة أن الدين الإسلامي دين مساوى فلا تظالموا بعض الناس يتكلم على الحكام والسلاطين في الظلم ويظل أن تحكيم الشريعة يكون عند السلطة وعند القضاء في المحافظة ولا يدري أن كل واحد لابد أن يحكم الشريعة صحيح في كل شؤون الحياة فلا تظالموا نعم يا عبادي كلكم ظالموا إلا من هديتم فستهدونوا عنه بكم طلب الهداء وقلنا في كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم هداية دلالة ورشاد وهداية توفير تقول يا رب بين لي هذا الطريق وسددني لسلوك هذا الطريق فلابد من الافتقاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا تقدم معنا في تفسير سؤالة الفاتحة نعم يا عبادي كلكم جائعون إلا من أطعمتوا فاستطعموني ضدعينكم نعم الجنة لا تطلب إلا من الله وكذلك فرسك لا يطلب إلا من الله ولهذا تدعو الله سبحانه وتعالى بماذا برزق الحلال على ما تقدم أيضا معنا في الأحاديم نعم يا عبادي كلكم عارج إلا من تسوتوا فاستأسروا من أجركم وهذا فيه أن الإنسان عندما يولد يولد بلا لباس ولباس التقوى ذلك خير نعم فتقلب من الله كل شيء لأنه هو الملك والمالك إن الله هو الرجاء لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق نعم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا غفر الذنوب جميعا غفر الذنوب غفر الذنوب يكون بالستر مع التجاوز غفر الذنوب يكون بسترها مع التجاوز عنها نعم فنطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى وأنت تقول الآن بالصلاة رب اغفر لي رب اغفر لي نعم يا عبادي إنكم لن تبنغوا ضرر فتنفعوني ون تبنغوا نفسي فتنفعوني نعم الذي بيدي جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى نعم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا نعم فالله سبحانه وتعالى قليون عننا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني نعم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أقل بقلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك للملك شيئا نعم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد قاموا في صعيد واحد ومن أسباب جاغة الدعاء اجتماع الأمة ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحيض وذوات الخدور أنهم يشهدنا الخير ودعوة المسلمين من اجتماع الناس في الدعاء لكن الاجتماع في الدعاء يكون على ما واثق السنة لا ما هو مخالف للسنة تسمع اليوم وتأتيك بعض الرسائل الاجتماع اليوم المهم لا بالأمس حتى لا يضيبان اليوم بالأمس لابد أن نجتمع في المساجد بعد صلاة العصر هذا من قال هذا وهل صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه لا اجتماع في الجمعة سمت جمعة لهذا الاجتماع الأم لأن لدينا اجتماع يومي في الصلاة المفروضة الخمس واجتماع في كل أسفر واجتماع في كل عام في عيد الفطر وعيد الأرحى واجتماع لكل أقاليم الأرض في عرافة وبهذا يكون الدعاء نعم وأفضل الدعاء دعائم عرافة نعم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإسكم وجنكم كانوا في صعيب واحد فسألوني فأعطيتم كل واحد من مسألة ما نقص ذلك لما يجي إلا كما ينقص المفية إذا ألخي البحر لو لديك إبرة إبرة كبيرة أو صغيرة وأخذت بها شيء من البحر هل ينقص ذلك من البحر لا وهذا فيه تأكيد أن الله سبحانه وتعالى لو أعطى كل واحد فلا يمكن أن ينقص هذا من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى نعم يا عبادي إنما هي أعمالكم بحصيها لكم بحصيها لكم وكفى بنفسك اليوم عليك حسين وبعض الناس يتكلم أحيانا ويقول الكلام ليس عليه جماعك يعني ما نحاسب لا كل شيء حاسب عليك العبد من الأقوار أو الأعمال وأحصيها لكم ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عفيد نعم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوثيكم إياها نعم فمن وجد خيرا فليحمد الله فليحمد الله لأن دخول الجنة يكون بفضل الله سبحانه وتعالى وهديناهم نجدين نعم ومن وجد غير المال ومن وجد غير ذلك وكان الأصل أنه لا يقول غير ذلك لكن هذا فيه ترك ما يستقبح ذكر وأنه لا يمكن أن يوصف هذا المسلم قال عليه الصلاة والسلام أسرع بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمون أهلا وإن تكو مقم طالح لأنه لا يمكن أن تنصف جنازة للإسلام بهذا قال غير ذلك جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم مرأة هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل وجاءه سهم قبل أن تبدأ المعركة ولم يعرفوا هذا السهم من المسلمين أو من الكافرين فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا رجل وقالت يا رسول الله أخبرنا إن ابني إن كان في الجنة صبر وإن كان في ما يمكن أن تقول في النار حتى وإن كان هذا هو الواقع وإن كان في الأخرى مفهوم ولهذا مر معنا في كتاب التوحيد قال هو على ملة عبد المطلق ما أراد أن يحكي الكفر بالإسلام مع أن نحاك الكفر ليس بكافر نعم من وجد غير ذلك صلى الله عليه وسلم نعم يا رسول الله لذا أهل بسوره البجور